طيب خليني أقول لحضراتكم بقى بين التحضير لانتلاق الدولي الأبطال نروح لمنتخبنا الوطني وحضراتكم عارفين حتى أنه مطشاط الكاس كان مفترض أنه في مواجهة تجمع بين الأهلي وبيرامتز الإسبوع ده لكن عشان تقدير الجهاز الفني لمنتخب مصر الاتحاد رأى أنه يدي مساحة أكثر لمستر كارلوس كيروش عشان يشتغل مع المتخب قبل المواجهتين المهمين جداً اللي هتجمع المتخب مع ليبيا وهما مباراتين بقوا مباراتين في منتعة الأهمية يمكن يكونوا المباراتين الأهم في مرحلة المجموعات عشان طبعاً ليبيا متصدرة وفي حالة إخفاق المنتخب المصري في التفوق على ليبيا في المواجهات المباشرة ده يعزز من فرص ليبيا في صدارة المجموع وده طبعاً السناريول إحنا ما نتمنهوش لكن عشان ندي مساحة أكثر لكارلوس كيروش اتلاغت المواجهة في مواجهات الكاس وتقرر اللي يكون في الفترة دي معسكر المنتخب وبعدها أو خلال المعسكر هيكون في مباراة ودية مع ليبيا وبعد كده نروح نلاعب ليبيا بقى مطشين نذهب وعود الجهاز الفني اختار قايمة الليعابين اللي هنضموا المعسكر الفرعنة في الفترة اللي جاية استعدان طبعاً لمواجهة ليبيا الودية ومنها بعد كده المباراتي ليبيا خلينا وحاكم مطش ليبيريا هتلعب يوم الخميس اللي جاي الساعة 9 ان شاء الله بتوقيت القاهرة هتلعب في استاد الجيش في برج العرب القايمة خلينا نتكلم فيها شوية مع حضرتكم القايمة يمكن أصرت حالة جدل شوية بداية في عراس المحرس المرمى تم اختيار كابت المحمد شناوي حالس مرمى نادي الأهلي مع محمد أبو جبل من الزمالك ومحمد بسام اللي مقدم موسم محترم جداً حياة من طلاع الجيش ومعهم كمان محمد صبحي من فرقه خط الدفاع عندنا أحمد فتوح وعبد الشافي من الزمالك محمود حمدي الوينش من الزمالك أيمن أشرف من الأهلي علي جبر من بيرامدز باهر محمدي إسماعيلي أحمد توفيق بيرامدز وأكرم توفيق من نادي الأهلي خط الوسط أو خط النص هيكون فيه حمدي فتحي من الأهلي عمر السولية طريق حامد مهند لاشين طلاع الجيش واحد من اللاعبة اللي قدمت موسم رائع جداً جداً حياة ومحمد مجدي أفشة ومعهم عبدالله السعيد أما بالنسبة لخط الهجوم فمحمد شريف مصطفى فتحي رمضان صبحي إبراهيم عادل أحمد سيد زيزو وأحمد سمير برضو والحقيقة اللي مقدم موسم أكتر من رائع ولعب مباراة كبيرة جداً في مباراة نهائي السوبر أو مباراة سوبر مصري اللي جمعته مع الندي الأهلي وممكن يبقى إضافة قوية جداً للمنتخب بالإضافة اللي احنا كنا تكلمنا قبل كده أن الراجل قرر أنه يضم كل المحترفين تقريباً يعني فيش حتى الناس اللي ما ضمتش قبل كده ما حينضموا في المعسكر اللي جايبتا على المنتخب حتى منهم يمكن عمر مرموش لعبة شتوت جرت الألمانيو وبالتالي الراجل عايز يدي مساحة لأنه يتفرج أو يشوف كل اللعيبة اللي يشتغى معهم الفترة اللي جاية ويتبقى البداية بالمعسكر ده نتمنى نتمنى أن يكون معسكر نجح ونتمنى عشان ما نحملش الراجل في قطاطه مدرب كبير وأظن حضراتكم سمعتوا تقييمه في الفترة الأخيرة في مختلف الستوديوهات وعلى مختلف وسائل علامة المرموية منها والمقروعة فبالتالي الراجل من ناحية الاسم لا راجل سي فيه محترم جدا وعنده مشوار ناجح سواء كلنا نتكلم على أندية أو نتكلم على منتخبات يبقى أنه عشان نحاسب الراجل أو نقايم أداة الراجل طبعا الناس هتحكم المباراة ليبيريا وده فيه ظلم كبير جدا مش بس الكارلوس كيروش للجهاز كل وفي أغلب الظن أعتقد أن الأسماء لحضراتكم شفتوها طبعا كابتن ديارسايد كان ليه دور كبير جدا في اختيار الأسماء دي وخصوصا أن فيه بعض الأسماء لما كانش حد يتوقع أنها يكون ليها دور مع المنتخب في الفترة دي لكن واضح جدا أنه التقييم بناء على الأداء وبناء على الفعالية لأنه فيه أسماء كانت بعيدة على المنتخب انضمت ومقدمة موسم وإحنا طرحنا ده وقلت الحرارةكم وكان فيه أسماء تانية أنا شخصيا أتمنى أن أشوفها في القايمة الأولية من باب أنه الرجل يتفرج لايف يعني بدل من جيب له شرائط وبالتأكيد مهما جيبت له مباريات مسجلة أو موشات قديمة مهما جيبت له شرائط مش هيبقى عنده القدرة على تقييم أو متابعة كل الماتيريال دي لكن في النهاية فيه أسماء الحقيقة كتير كمان كانت تستحق أنها تكون موجودة ولكن على كل حالة خلينا نعدي المرحلة ونتطم من الأول على مطشي الليبيا وسيبه الرجل يشتغل وما تحسبهوش على نتيجة ليبيريا نتيجة مطش ليبيريا ده هيبقى تجربة النتيجة ليست لها يعني مهمة ممكن عن ناحية النفسية والمعنوية تفرق مع المنتخب وهو راح ليبيا لكن في النهاية الأكتر من ده أنه الرجل يحاول يشتغل ويحاول يشوف العناصر بشكل مباشر وهي تحت قيادته في المعسكر وفي مطش ليبيريا